إذن أكبر محطة نووية في أوروبا تهدد القارة بمصير وخيم مع استهدافها بقصف كاد أن يتحول إلى كارثة على كفة الصعود محطة سابوريجيا للطاقة النووية تعرضت لقصف وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بأنه جريمة وعمل إرهابي وتهم القوات الروسية والانفصالية بتنفيذه ودعا خلال اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي شعل ميشال إلى فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية والوقود النووي ردا على قصف زابوريجيا وطلب بمنطقة خالية من الأنشطة العسكرية في المحطة أما في موسكو فهناك رواية أخرى اتهم الكراملين كياف بقصف محطة زابوريجيا النووية وحذر من عواقب كارثية على أوروبا والعالم ديمتري بيسكوف إن قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمحطة النووية يعد نشاطا خطيرا للغاية ويمكن أن يؤدي في حالة تصعيده إلى عواقب وخيمة على منطقة شاسعة بما في ذلك أوروبا ونتوقع من البلدان التي لها تأثير مطلق على القيادة الأوكرانية استخدام هذا النفوذ لمنع استمرار هذا القصف لكن رئيس سلطات الأمر الواقع في زابوريجيا التابعة لروسيا يفغيني باليتسكي اتهم القوات الأوكرانية بالمسؤولية عن القصف وأضاف أن كياف قررت وضع أوروبا بأكملها على شفى كارثة نووية بقصف المحطة ومستغلا المناسبة أقام مهرجانا في مدينة ميليتوبول التابعة لمقاطعة زابوريجيا دعما لمشروع الانضمام للاتحاد الروسي تحت عنوان معا روسيا وزابوريجيا إذن إلى الآن لم يتم تحديد المسؤول المباشر عن القصف مع استمرار كياف وموسكو بتبادل الاتهامات حول الحادث مع استذكار إطلاق القوات الروسية النارة على موقع في المحطة خلال هجومها للسيطرة عليها في مارس ما أثار مخاوف من حادث نووي خطير حادث إن قدر ووقع فسيكون أمرا انتحاريا لا تنفع بعضه الاتهامات أنتونيو جوتاريش الأمين العام للأمم المتحدة وفي حديث صحفي في اليابان ذهب إلى أبعد ما وصف بالأمر الانتحاري إن حدث قد لا تكون حينها أمم متحدة أو حياة من الأساس شركة إنيرغو أتم المشغلة لمحطة الطاقة النووية الأوكرانية قالت إن القصف الروسي دمر ثلاثة أجهزة مراقبة للإشعاع حول منشأة تخزين الوقود النووي المستنفذ وأصيب أحد العمال وأمثلت التاريخ كثير مشاهدين حول الكوارث النووية المؤلمة ولا يود أحد تكرارها ففي أوكرانيا نفسها حدثت كارثة شرنوبل النووية الإشعاعية في 26 إبريل من عام 1986 ونتيجة للكارثة بلغت الخسائر المادية ما قمته أكثر من ثلاثة مليارات دولار ولقي 36 شخصا مصرعهم حسب الرواية السوفيتية الرسمية حينها لكن الإحصاءات الأوروبية تقول إن أكثر من 90 ألف شخص لقوا مصرعهم على مر السنين نتيجة التأثر بتلك الإشعاعات الكارثة الأخرى حدثت في اليابان في فوكوشيما كارثة تطورت بعد زلزال اليابان الكبير في 11 مارس عام 2011 ضمن مفاعل فوكوشيما الأول النووي وأدت مشاكل التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل تبعتها مشكلة في التحكم بالتنفيذ نتج عنها زيادة في النشاط الإشعاعي حينها أجل أكثر من 50 ألف ياباني من المنطقة أخليت المنطقة المحيطة بمساحة 10 كيلومترات موسيقى 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 اشتركوا في القناة